إن الضغط له تأثير سلبي على أعضاء الجسم كلها لماذا؟ هو أعضاء الجسم كلها عايشة بإيه؟ بالشرعين مخي جاي لشرعين عايز أقرب فكر الشريان وريد لزهن المشاهد بيتك داخل فيه ميا لو سبتها جوا تبوزلك الدنيا يبقى فيه مواسير جايبه ميا وفيه مواسير واخد الميا مطلعه الميا اللي استخدمتها رجع أي ده شريان وده وريد أنا عندي مخ عايز غزة عايز أكسوجين وجلوكوز وصوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم عايز كل حاجة اللي جايب له الحاجات دي المصورة اللي جايبها الحاجات دي ده الشريان طب خد حكته خدت الجلوكوز وخدت الأكسوجين اللي رجعها المصورة اللي بتطلع الميا الفاسدة طبعاً ده مش ده مفاسد أي بس خلاص استخد اللي نحن عايزين منه ده الوريد يبقى فيه شريان وفيه وريد الضغط يصيب الشريين لا يصيب الأوردة يصيب الشريين الضغط العالي يصيب الشريين طب ما هو الشريين ده في كل حتة يعني المخي يصاب آه والكلة آه والقلب آه ورجلي آه ما شريين طب الضغط تأثيره على الشريين ايه التأثير مش حاله ليه لأنه هو ضغط على الجدار بتاعه ضغط عالي ضغط على الجدار زي حراك البلونة لما تتعلي الضغط فيه جدارها يتمتد هو مش عايز يتمدد يومي قاوح المقاوح هو بتاعه تخلي يديق آه تخلي يديق أو نقول الكلمة الصح يتصلب يبقى إذن الضغط العالي أحد أسباب تصلب الشريين بدري كويس تصلب الشريين ظاهرة طبيعية هتحصل هتحصل عند سن الثمانين شريين متصلبة وابتدت إمتى هقول لك مفاجأة هقول لك مفاجأة شديدة جدا يعني فيه ناس قالت بتبتدي عند 40 فيه ناس قالت لا 60 فيه ناس قالت انتوا بتقولوا ايه ده عند 30 تصلب الشريين يبدأ من ساعة ما تولدت يا سبحان الله من ساعة ما تولدت يبدأ التصلب إذن قضية مش قضية التصلب ما القضية ايه سرعة التصلب لوانت ولاته وبتدت تصلب بسرعة 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 هبقى عندي سنة 40 مش تريني بسط لما لو ماشي بالمعدل الطبيعي هاته تصلب عند 80 فالضغط يخليها تصلب أسرع شوي حتى مع العلاج الكويس والالتزام لا آسف علاج كويس خلاص عيان الضغط المتعلق كويس ما عندوش ضغط ما عندوش ضغط خلاص انتهت المشكلة أنا واحد دايس عليه كده شلتي إيدي خلاص الدواء يخليك زي الفل إنما مريض ما عرفش انه عندو ضغط أو مش متعالج صح فتصلب شريمي بأسرع يعني يبتدي يعجز بدري إيه اللي يعمل كده كمان التأثير السلبي على الشرايين السكر إيه اللي يعمل كده كمان الكوليسترول إيه اللي يعمل كده عيلة سيئة السمعة برضو للشق الوراثي تخيل بقى واحد عنده الأربعة دول عنده ضغط وسكر وكوليسترول العالي وعيلة سيئة السمعة أبشع حاجة تحصل وتباشرينه التدخين اللي عنده الأربعة دول وبيدخل ترجمة نانسي قنقر